عشرة أيام هي المهلة المتبقية أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان ومع ضيق الوقت واحتدام صراع الأحزاب على تقاسم الكعكة الحكومية بات احتمال تقديم جزء من الوزارات أمرا مرجحا بواقع 12 أو 13 وزيرا من مجموع 22 يتركز معظمهم في الوزارات الخدمية للسيادية محور صراع الأحزاب وحتى هذا الجزء من الحكومة لا يبدو أن الشركاء متفقون عليه فقد أكدت مصادر حكومية أن المباحثات حول تشكيل الحكومة لا تعد كونها مشاورات لا أكثر لكنها لفتت إلى أن ميل عبد المهدي إلى مقتذى الصدر يستفز باقي الأطراف السياسية فيجعلها تنظر إليه وكأنه مرشح للصدر لا مرشح تسوية كما جرى الاتفاق ما يدفعها إلى دراسة إمكانية عرقلة مرور تشكيلته الوزارية في البرلمان وربما عدم منحي الثقة بحسب صحيفة العرب اللندنية ولعل ما يؤكد حديث الصحيفة ما قال النائب علي سنيد عن تهديد عدد من رؤساء الكتل والأحزاب السياسية لعبد المهدي بعدم التصويت لصالح تشكيلته الوزارية إلا إذا مرر الوزراء الموالين لهم في المقابل قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد يدفع للتنازل بسبب تصاعد ضغوطات الكتل السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة حتى وصلت إلى حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة الرجل فلم يتبقى أمامه سوى تشكيل حكومة بطريقة ترضي الكتل الكبيرة على الأقل والابتعاد عن أحاديث حكومات التكنقراط والكفاءات التي تخرج من الساسة على التلفاز وتم فيها أفعالهم حتى وصف النائب جاسم لبخاتي الأحاديث عن حكومات بعيدة عن الكيانات والأحزاب بأنها لا تمت للواقع بصلة لافتا إلى أن الحكومة تمرر عبر البرلمان الممثل بالكيانات فبالتالي لا بد من كسب رضا الكتل السياسية لتمرير الحكومة ولو بنسب معينة